بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه النادة إنه من يهده الله فلا يهده له ومن يضلل فلا يهده له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمتم أمام يقول الإمام المقدام رحمه الله الأصل الرابع استصحاب الحالي ودليل العقل يقول اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل الأحكام الصرعية ويسمونها سمعية عكس عقلي أن في أمور صدرك بالعقل وأونوك وأمور مظارها على السمعية أن المكلف يسمع لأمر ربه عز وجل فعل الأحكام الشرعية هو سمها بالسمعية فلأن هذه التسمعية في حد ذاتها فيها أنها ليست عقلية قال اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل استصحاب الحال هل هو دليل سمعي أم دليل عقلي هو دليل قضاء لو يتكلم في هذا استصحاب الحال معنى أن نفترض حال أصلية افترضية وإذا أتى ناقل عنها نقل إليه وإذا أتى معدد لها فهو معدد وإن لم يأتي اعتبرت هي الأصل يعني أنت بتقول في شيء مش محتاج يتقال ولو تقالي بقى مزيد تأكيد ولو تقال خلافه يبقى خلاص واضح أن هنا في هنا يعني لو لا هذه القاعدة كنا نقول أن في مسائل كثيرة مش لئين لها حكم لكن دل دليل الشرع والعقلي على هذه القاعدة فصار نظر أن ما فيش مسألة من لهاش حكم ليه لا أن نحن إلي من لا إلهاش نص بيتعرض لها لا خاص ولا عام ولا منطوق ولا مفهوم ولا إماء ولا إشارة ولا قياف ما جاش فيها حاجة خالص نقول طب نشوف الأصل فيها إيه ونعمل هذا الأصل وبنقول هذا حكم شرعي وإن دل عليه في الجملة دليل عقلي العقل الآن في فرق بين لما يبقى حكم شرعي دل علي دليل العقلي زي القياس وانت بتعمل العقل في معرفة الأشباه والنظائر في خطاب الشرع وهذا الإعمال للعقل بيوصلك لدليل شرعي وليس عقلي مجرد برضو هنا بتقول دليل العقل بيقول إن الشرع من لذن حكيم خبير أمر العبادة بطاعته يبقى لابد يكون ما فكت عنه لابد أن يكون قد أعلمهم بصورة أو بأخرى ماذا يتصرفون في حال السكت يبقى هو ده إيه استصحاب الحال سعاتي سمول براءة الأصلية وهو منشغل جدا كما ذكرنا أنه متأثر بما يقوله أو بما كتبه علماء الأصول من المتكلمين هل حنعتبر دليل العقلي ولا شرعي وهو بيقول القاعدة عقلية وتدل على أحكام شرعية تفصيلي ما عندنا في القاعدة في الأصول وبنستخدمها لاستخراج أحكام شرعية والقاعدة عقلية بتقول البراءة الأصلية فمن يجي حد يسأل عن حكم أكل ثمار كذا أو أكل نبت كذا واندور لأن نبت له مسكر ولا كذا ولا ما لقش في نهي عنه باسمه ولا نهي عن شيء لعلة موجودة فيه وإلى آخر فنقول إعمالا لقاعدة البراءة الأصلية الحكم الشرعي لهذا الشيء اللي بح يبقى القاعدة نفسها عقلية وتوظف في استنباط أحكام شرعية هذا إن سلمنا إن القاعدة عقلية القاعدة مما يستذل به عليها من جملة أدلتها دليل العقل لكن القاعدة ذاتها هناك أدلتها شرعية عليها ولكن أيضا لأن من صنف في الأصول من المتكلمين كأن سموا المسألة دي دليل العقل كأن هي دي وهو أي في الواقع قاعدة الاستصحاب الحال كقاعدة عليها أدلة بعضها عقلي وبعضها شرعي ولو افترضنا جدلا أنه ليس عليها إلا الدليل العقلي فلا حرق لأن إحنا ما بننكرش إن العقل دليل إحنا بننكر من يعارض الشرع بالعقل وبرضو بننكر عليه بنقوله أكيد في حاجة خطأ يعني لما بننكر على اللي بيعارض الشرع بالعقل بنقوله أنت راجع نفسك حتلاقي عمره ما الشرع والعقل يتعارضان لأن كل منهما دليل صحيح في ذاته ولا يتعارض دليلان صحيحا أما ليه نقوله إما أنت نظرت للمسألة نظر عقلي قاصر وإما أنك نسبت إلى الشرع ما ليس وهنا يقوله هذا الدليل الشرعي وعارض ذكا الدليل العقل يقوله حاجة من ابنين يأما الدليل اللي أنت نسميه شرعي هذا منسوب إلى الشرع وليس منه وإما أن الدليل اللي أنت نسميه عقلي وهم وليس دليلا عقليا طيب يقوله أنه احتمال فيهم أرض وإحنا يقوله لو ردت الأمر إلى عالمه سيوتيبك لكن على الأقل الدليل الشرعي أضبط أننا نبحث فيه معروف قواعد القبول والرد من حيث الفبوت أو من حيث الدلاب فلو جد دليل الشرعي وعارض ما توهمناه نحن دليلا عقليا نتهم الدليل العقلي ونفتش نسكتش برضه من باب الوصول إلى اليقين ومن باب دفع الشباة مش هنلاقي بفضل الله ولمسألة رضدناها رضدنا فيها ما يبدو للعقل الأول وهله وما وجدناش عور وما وجدناش مبرر يخلي إن النظر العقلي ده كان فعلا يتأهل أن يرد من أشهر الأثر في هذا أثر عليه رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهر وعايز يقولك إيه أنت عندك دليل شرعي ما تقولش بقى أتعرض بدليل العقلي إنه معظم الناس ولكن المسألة دي مش إقرار من الإمام عليه رضي الله عنه إن إنها هذه تخالف النظر العقلي لأنه هو النظر العقلي يقولك الشرع خفف عن لابس الخف مش لازم يقلع ويغسل رجل ده تخفيف فيما خلص الرجل ما لم لا تغسل بشروطها المعروفة ولا حاجة إلى شيء آخر لكن لأ ده في حاجة إلى شيء رمضي يذكر الإنسان بأن هذا عضو من أعضاء الوضوء شيء تعبدي ما هو غسل أعضاء الوضوء الأصل فيه التعبد لكن له علا ظاهرة من دي الأعضاء الظاهرة البارزة اللي في غسلها نظافة حسية ونظافة معنوية أيضا أنها تهيئ الجسد إلى غير هذا فجيت تخفيف في أمر القدم فانتفت كل العلل بتاعت أن دي عضو ظاهر ويباشر الأتربة وأن في غسله نظافة حسية ومعنوية كل ده انتهى وبقي التعبد يبقى المسح انقلب ها هنا أمر تعبودي محت أو إن كان له علا ظاهرة فهي المحافظة على هذا العضو مثلا في الأذهان لأن الوضوء مما يتلقى الناس عن بعضهم البعض وإنسان ممكن يعد ثلاث ينفي صفر لا يغسل قدم وفي القوم من هم ممكن يكون من أسلم حديثا ممكن فكأن في مطلحة في المحافظة على هذا العضو عضو في الوضوء فصار مدام الشئ رمضي يبقى أعلى الخفة أولى بل يتعين لأن باطنه في أتربة فالمسح لا يزيد إلا خباله فصار هنا يبقى ده عند التأمل طب كل إنسان يعلق الامتثال إلى أن يتعمل كهذا التأمل وهل سيصل إلى هذا كلام علماء دارسين للعلل ومقاصد التشريع وكذا ويبقى النداء أولا وآخرا احتماس فيبقى القاعدة عند التطبيق تقول لو كان الدين بالرأي لكن كل واحد في كل مسألة شبه دي يخترع له رأي ولكن الدين بالسمع والالتزام والامتفال وبعد لما نلاقي مسألة زي دي معرفة إجابتها يفيد كتير يفيد في معرفة العلل ومعرفة الأسباح والنظائر يفيد في برض اليقين في دفع الشبهات في غير هذا يبقى في النهاية احنا لا ننكر أن العقل دليل وننفي بنقول استحالب تعارض العقل مع الصرع استحالب ولكن بنقول لما نتوهم التعارض الأفهل والأضبط والأسلم والواجب وكل حاجة أن نرجع للصرع ونتهم رأينا مش حتقول نرجع للصرع ومع مخالفة دي العقل نتهم الرأي فهم هنا بيقول لنا طيب الاستصحاب ده دي مسألة عقلية وأنتم قلتم بها مثلا نقول لهم أولا هذه ليست مسألة عقلية مجرد ثانيا وما المانع أن نقول بمسألة بدليل عقلي إذا كان دليل عقلي صحيح سالم عن المعارضة أما فيش إشكال مع أن المسألة دي بالذات ليست مسألة عقلية محظة على القلب بل من جملة أذلتها دليل العقل أذل كثير بيقول اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لكن دل العقل على براءة الزم من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل يقول لها ما كانش في تكليف قبل بعثة الرسل قال فالنظر في الأحكام إما في إثباتها أو إما في نفيها فأما الإثبات فالعقل قاصر عنه مش هتلاقي قاعدة عقلية توجب عليك كذا وأما النفي يقول ممكن العقل ينفي فالعقل قد دل على عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل فينطهد دليلا على أحد السطرين ما يجيش واحد يقول ده حرم تقول له ليه يقول لك دليل العقل ده واجب ليه لا لكن العقل ممكن يقول هذا مسكوت عنه والمسكوت عنه معفو عنه فبيقول ده ينفع دليل قال ومثاله لما دل السمع على خمس صلوات يعني لك هل يجب في اليوم صلاة هل يمكن هل توجد ثلاثة واجبة في اليوم قال لك دليل الشرع قال لك في خمس صلوات واجبة وضع فيه فرق بلما أقول لك توجد خمس صلوات واجبة وبين لأول لا توجد إلا خمس مع أنها نساعدهم بمعنى واحد هو هنا عايز يفككهم ويقول لك أنت لما قلت لا يجب على المكلف إلا خمس صلوات في اليوم والليلة دي نتيجة مركبة من دليل شرعي ودليل عقلي يعني الأمر قد يكون في قدر من المشاقة إحنا مش شايفين فرق لك فرق بقيق وفي النهاية ممكن برضو استفاد مش سرع مش من العقل مش مش كده لما أجل أقول لك أن 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 واجب عليك أن أنت مدين بكذا وبعد يقول لك وفي دين آخر وفي شمال على أن هناك ما كانش الخبر الأول ما كانش على سبيل الحصر أثبت أنك مدين ولكن أنت مدين للبائع الأول بكذا ما تعرضش للبائع الثاني بعد يقول لك أنت مدين للثاني بكذا وهكذا غير يقول لك أنت مجموع ديونك الآن كذا فرق بالإثنين ولكن الشرع قال لك خمس صلوات كتبهن الله على العباد طيب وهل فيه هل جوجد غيرهن فيه أدلة شرعية وتقول ما فيهش غيرهن مش كده يعني خلينا أقول لك أنت لما تيجي تقول الدليل الشرعي ولا خمس صلوات كتبهن الله على العباد ثم أنت تقول لا يجب على العباد إلا هذه الخمس هذا الحكم مستنبط من مقدمتين الأولى أن الشرع أوجب خمس صلوات والثانية أن دليل العقل يقول أنه لو كان الشرع قد أوجب سادس لأعلمك مع أنه حينما أعلمك بالخمس لم يذكرها بصغة الحصر ولم يقل لا يجب عليك إلا خمس فإن تقول وطالما لم يأمر بسادس فهذا يساوي لا يجب إلا هذه الخمس لا يجب إلا هذه الخمس هذه نتيج مستنبطة من مقدمتين الأولى شرعية وهي أن الشرع عمر بخمس والثانية عقلية وهي أن الشرع لو أراد أن يأمر بما يزيد على الخمس لأمر ويبقى الدلع تقول ما سكت عنه الشرع فهو عفو والمثال هو لما دل السمع على خمس صلوات دقية السادسة غير واجبة لا لتصريح السمع لنفيها فإن لفظه قاصر على إجابة الخمسة لفظ الشرع ما كان فيه حصر وإحنا نتجار معه لأن في نصو الشرعية فيها فيها حصر هل علي غير قال لا إلا أن تطوع لكن لا افترض لأني عايز أقول مثال القاعدة أن تفترض أن الدليل ده مجايش مجايش غير إيه خمس صلوات كتبه الله على العباد طب يبقى هنا اللفظ قاصر ليس فيه إلا إجابة الخمس طب والسادس والسابعة لم يتعرض لها لا بالنف ولا بالثبات قال ولكن ده دليل العقل كان وجوبها منتفيا قبل بعثة الرصب لكانت الخمس واجبها من لم يبلغه خبر نبيس سلام أو قبل أن يبعث نبيس سلام لا الخمس ولا السبت لا الخمس صلوات وفضلا أنه يسدهم إيه فكل كل كان وجوب منتفي ثم ثبت لخمس صلوات فبقي النفي لما يزد عليها قال ومثاله لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبا لا لتصريح السمع بنفيها فإن لفظه قاصر على إجاب الخمس ولكن كان وجوبها منتفيا ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي يقول يقول وإذا أوجب عبادة على قاضر لو الشرع بيقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سمي طبعا لم يستطع كان الوجوب منتفيا عن الجميع ثم جاء الأمر والوجوب على القاضر فبقي العاجز على ما كان عليه ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلي فإن قيل إذا كان العقل إنما كان دليلا بصرف ألا يارد سمع فبعد وضع الصرع لا يعلم نفي السمع ومنتهاكم عدم العلم بوروضه وعدم العلم ليس بحج ولو جاز ذلك لجاز للعمي النفي لا قال ولو جاز ذلك لجاز للعمي النفي مستنذا إلى أنه لم يبلغه دليل هو بين البراءة الأصلية وأنها دليل عقلي فيما يرى مفاد أن جميع الأمور قبل بعثة الرسل لم يكن مأمرا به فلما جاء الأمر بالبعض علم أن الباقي باقي على أصل فبيقول طيب ناف يقولوا أنتم قلتم كان العقل يدل على البراءة حتى يأتي شر وكأنهم سلموا بذلك ولكن بدأوا يتشككوا في قدرة المجتهد على أن يزعم عدم وجود الدليل الشرعي على أنت عندما نسألك عن حكم أكل هذه المأكلات أنواع الفواكه التي لم تكن موجودة على عدد النساء أنواع الخضروات أنواع كذا بتقولوا إيه بتقولوا إحنا في دليل أن كل الأشياء كانت مباحة با لم يرد نص ونبحث هل هذا الشيء نهي عنه بدليل خاص أو عام أو بقياف ثم يأتي المجتهد ويقول فتشنا فلم نجد نهيا عن هذا الشيء لا خاص ولا عام ولا هو يشبه ما نهي عنه إذن فلم يرد دليل صرعي يمقل عن البراءة الأصلية فيفتبها قال له طب من أين للمجتهد هذا الجز فكأنه يقول المجتهد البراءة الأصلية دليل صحيح في ذاته ولكن المجتهد مش هيعرف يوصل مش هيجي في مسألة ويقدر يجزم بعدم مروض الدليل لعله ورد ورد ولم يبلغه ترجمة نانسي يقوله لعله ورد ولم يبلغه طيب وبيأكد النظرة بيألك لو كل واحد لو أنت عطيت المجتهد الحق أن يقول فتشت فلم أجد دليلا يتعرض لهذه المسألة فيفتى فيها بالبراءة الأصلية إذن العامي ممكن يقول فتشت فلم أجد دليلا فيعمل بالبراءة الأصلية فدي حجة من يرى أن البراءة الأصلية لا تصلح دليل لأنك لا تقدر تستخدمها كقعدة غير مضموم إليها عدم موجود صرف في مبنى قعدة البلاءة الأصلية تقول أن الأصل كذا والأصل الإباحة مثلا في المعاملات ولم ولم يرد صارف في عن الشيء محل البحث لم يجد شيء ينهي عنه فيبقى هو ضاق على الأصل يبقى جزء يعني ركن أصيل في استعمال قاعدة البراءة الأصلية نفي وجود الدليل فأقول لهم طيب وانتم منين مين سيقدر يعمل كذا ولو جوزتم للمجتهد ذلك هل ستجوزون للعام ومعنى كذا العام لن يكون بلغوا أدل عن حرمة كثير من المحرمات وبالتالي هل في حقه صارت مباحة ده السؤال بيقول الإمام المخدمة قلنا إجابة لهؤلاء انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن قد يعلم علم يقيني وقد يظن ظنا راجحا قال انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن فإن نعلم انه لا دليل على وجوب صوم شوال للإجماع انه لا يجب الا صوم رمضان ولا صلاة ثالثة اذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخف على جميع الأمة وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل فإن عدم العلم بالدليل ليس حجة والعلم بعدم الدليل حجة يجي يجي مثلا في مدرسة كبيرة تسأل واحد فلان جي النهاردة يقول لك ما شفتوش وانت لا تسور لنفسك لو كان ده واحد بيسأل على الغياب أو كذا كلمة ما شفتوش دي ما يخليش انه هو يعتبره غياب سوى كده سأل واحد عليه قال له ما شفتوش ده عدم علم بالدليل الدليل انه يشوفه ويقول لك انا لم يصل الي هذا الدليل ويبقى احتمال انه به واحتمال انه مجاش طيب امتى نقول مجاش واحد يقول لك لا ده هو النهاردة في بيتهم انا لسه مكلمه مثلا في التليف او هو مريض محجوز في المشتشف او هو كال المهم يبقى ده ايه عنده علم بعدم وجود هذا الشخص مش عنده عدم علم بوجوده اللي يقول ما شوفتوش ده قلتك انا ما عرفتش انه جين هط وقال يكون جيه وقال يكون ميش اتنى لك لا انا اعلم انه ليس موجودا الان لان لان فيه دليل فعدم العلم بالدليل ليس دليلا على العدم يبقى فيه فرق من انك تقول لا اعلم دليلا ونقول لا يوجد دليل ذا الفرن تقول لم ارى فلانا اليوم في العمل او في المدرسة او في كذا ونقول بل هو غائب اليوم بل اعلم انه لم يأتي طيب قال لك طب احنا هنبني الاحكام على اليقين وعلى الظن الراجح عند غياب اليقين يبقى الامر مبني على اليقين وعلى الظن الراجح عند غياب اليقين حتى في المثال اللي قلنا هذا في الشركات وغيرها بيقول اللي وقع في كشف الحضور يبقى هذا دليل على وجودي طب ولي ما وقع شي يقول لا يوجد دليل على وجودي وحيث انه يعلم انه ما لم يوقع سيعتبر رائبا فكونه لم يقم الدليل على وجوده يساوي دليل على غيابه معانا دي غالب الظن يمكن يكون وجد ونس ونساوي ساعتها ده في أمر من أمور الدنيا ناست تعمل ايه فيه لوايح يقول لك لا خلاص ما وقعش لو جاب مليون شاهد بعد كده وفي قلو نا يحتمل احنا بنين على الظن الراجح لان هي الدنيا كلها كده ما ينفعش يشترط اليقين في كل حاجة بنين على الظن الراجح انه موقعش يبقى يساوي انه مجاس ولو ظهر افتثناء ان الظن الراجح ده انقلب مرجوحا نرجع عنه لكن الاصل ان ايه احنا قلنا دي اشتراط اليقين في كل شيء تتعطل معه مصالح العباد يبقى لما يجي مشتهد ما نحنا بنقول ليه لاب يكون مشتهد متبحر في علوم الشريعة وتيجي تسأله عن حكم حاجة يقول لم اجد دليلا على حرمته وانا الام ببقى اشفى مشتهد واحد لو ده فات والتاني والتالت والرابع لو فاتتهم كلهم لو كلهم قالوا ليجد دليل انقلبت المسألة اجمعوا بقى ايه وبقى قطعي طب واحد قال لا بل وجدت وجدت دليلا على المنع يبقى ده يكفي في تنبيه سائر المشتهدين على الاقل انه ينظر بعين الاعتبار لهذا الذي رآه احدهم دليلا على المنع فكونهم اعادوا النظر فيه وقالوا لا ده دليل على المنع مثلا معنى كده لم نسألة مش بابناها على الظهول فاشتراط ان الامة كلها تذهل ان يبقى فيه دليل على المنع والامة كلها تذهل عنه ده في غاية البور بل انه حتى لو ذهل عنه الاكثرون وانتبه اليه واحد الاكثرون ده هيعيد النظر في المسألة ويبقى في النهاية انه لما كل دول يقول لا يوجد دليل اه احنا منقول او يعني الجامع كبير منهم او المكتهد لوحده اللي لسه ما يعرفش بقيت المكتهدين هيقول ايه ده عنده ظن راجح انه عارف ادلة الاحكام كويس وعارف مصادرها ويوجد لديه ظن راجح انه طالما فتش فلم يجد ان المسألة مما لم يتعرض له فيلكد يتبق قاعدة البرا لإيه ناظ فبيقول المسألة انتفاء الدليل قد يعلم لنجذن بعد مجهد الدليل وقد يظن نقول يغلب على الظن انه لا يوجد الدليل في المسألة هيجب نماذج من العلم قال فإن نعلم انه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة ثالث إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخف على جميع الأول وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل فإن عدم العلم بالدليل ليس حج والعلم بعدم الدليل حج وعما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له مع أهلياته واطلاعه على مدارك الأدلة وقدرات على الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته غلب على ظنه انتفاء الدليل فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل لأنه ظن انتند إلى بحث واشتهاد وهذا غاية الواجب على المجتهب إذا كده بيانا للمجتهب متى لم يجد دليل كان هذا ظن الراجح بعدم وجود الدليل أصلا وصار متعبدا في أن يبني عليه علمه وعمله طيب فاضل جزء ثاني من اعتراض هؤلاء المعطر أنهم قالوا فإن جوزتم ذلك فإن جوزتم ذلك للمجتهب فهل ينتحب بالضرورة على العام الذي يقول لم يبلغني دليل لم يبلغني في هذه المسألة دليل يقول لا العام ليس من حق يعني يقول وأما العامي فلا قدرة له فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ أمكنه القطع بنفي المتاع والأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يدري ما فيه لا يمكنه ادعاء نفي المتاع دايما المتكلمين بيقعوا في مضايق العقلية من النحية العقلية مضايق وقياس مع الفارق وهم بيظن أنهم في عرف الناس في عرف الناس واحد يجي يقول لك مثلا كان ضيف عندك وفقض شيء لو سمحت شوف لي الحاجة الفلانية أنا كنت ضيف عندك وغالب تظن أنها واعت في البيت بتدور وما فيش وسيلة أنك تقول يقين أنها مش موجود لكن تقول لأنا دورت في البيت حتى حتى ما ديتش طب أنت برا البيت أصلا ما ينفعش تقول لأنا دورت حتى حتى وما ديتش أو تقول أن أنا بذلت ما في وسعي وما لقيتش إذن ما تسألش تاني أو فعلا لو تقول أنا بذلت ما في وسعي ولم أجد ستبقى صادق ولكن هذا ليس هي الدرجة بها ترفع الحرج عنك الحرج نكتبز للوسع المعتبر الذي لا يتمكن العباد على أكثر منه لا يتمكن العباد من أكثر منه فساعدها وإلا فالدنيا لا تثير إلا بذلك لما يقول أنا خارج البيت ولا يمكنني البحث وده أنا كده بذلت أقصى ما عندي إذن فهذا الشيء مش موجود لا هو فعلا بذل أقصى ما عنده بس ما يقدر شي ينفي يقول دي مش موجود أو يقول أنا ما عرف شي موجود أو لا يبقى ينفي علمه قال أنا لا أعلم ولكن ما ينفي وجودها لكن اللي دور وفتش يقول لا دي مش موجود يقول طب أنت عرفت الغيب ولو دخلنا في كده يبقى تنهار الدنيا الجميع لا الأصل إن هو ما حد يجزم بما لا يعلم ولكن ما صالح العباد وعرف العقلاء إن بحث عنه البحث المعتاد المستحيل أو لا يمكن في المعتاد أن يكون موجود ومش باين فيقول كده أقدر أقول إن ه مش موجود وأنه عدم علمه للوجود يساوي عدم الوجود حكما ما هو عدم العلم من الوجود يساوي عدم الوجود يقينا يساوي عدم الوجود حكما يساوي ففي حالات تقدر تكزم بأنه ما يبقى عدم العلم ساوي عدم الوجود وفي حالات عدم العلم بعد بذ المصطفى فشرعا أنت زيك زي اللي جاب زي ما قلنا اللي جيله حديث بسند صحيح زي في الحكم زي اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو أكيد في فرق بس الفرق ده مش في التكليف لأنه لو وجد الفرق ده في التكليف بنقول الدين كله انتهى بقبض النبي صلى الله عليه وسلم ده احنا أقول الشرع أخضرا نحن ثبت في الأخبار فإذا بلغنا الخبر من خبر المسلم العدل غير الفافق فكأننا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لزومه لنا برضو هنا لما مجتهد الأمة يقول فتشنا فلم نجد يساوي ان الشرع قال حكما يساوي ان الشرع أذن لنا في هذا وعدم علم مجتهد الأمة بالدليل الناقل يكافئ من حيث الحكم العلم بعدم جد ذلك الدليل وأما العمي فأمر مختلف تمام قال في فرق في واحد يقول هذا المتاع لا يوجد في البيت بعدما بذل ما في وسعه والتاني برضو بذل ما في وسعه لكن مش حق يقول ان هذا المتاع لا يوجد في البيت لانه ما ذال في عرف الناس وفي قدراتهم نديد بحث فما ينفعش ينفي قبل ما البحث يتعمل رغم انه فوق طاقتي هو ولكنه في طاقة غير او فوق طاقته الان ويمكن ان يتيسر بعده طيب رجعوا تاني وهو ماشي معهم لغاية الاخر قال بألف ان قيل ليس للاستقصاء غاية محدودة بل للمجتهد بداية ووسط ونهاية فمتى يحل له ان ينفي الدليل السمعي يقول والبيت محصور في مثالكم يعني يقول في المثال اللي فات احنا نقدر البيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن وانتو جبتوا مثال غير منطبق اجبتوا مثال يفرق بين واحد والتاني بين واحد يقدر يقول كده المتاع مش موجود في البيت بعدما وذأ بدل كل ما في وسعه لكن كل ما في وسعه ده كافي انه يقدر يقول ايوة المتاع مش موجود في البيت واحد تاني بذن كل ما في وسعه لكن هذا الذي في وسعه ليس كافيا انه هو يقول المتاع مش موجود في البيت قال اما الصرع ده المعترضين بقى يقول المثال ده مش منطبق على الصرع الصرع كله زي حالة الاعمى او حالة اللي مش في البيت اللي مش حيقدر يقول فتشت فلم اجد ليه بيقول ان الشرع ماذا لك الشرع غير محصورة فان الاخبار كثيرة وربما غادراه الحديث يقول الشرع ما حدش حيقدر يقول فتشت في نصوص الشرع فلم اجد هذا الذي تقولون او فلم اجد حاذرا لهذا الشيء عشان يقدر بعد كده يفتخدم البراء الاصلي يقول قلنا الاجابة على الشبه هذه مهما علم الانسان انه قد دلغ وسعه فلم يجد او بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع الى دليل العقيد في الواقع دول مش منتبهين انك وجود مسألة لا حكم لها تكليف بما لا يطاق لذلك تكون عارف وإلا فترك المسألة في حد ذاته حكم يبقى لازم لو هو مش عاجبهم قعدة البراء الأصلية طب يقولون انه هيعملوا ايه في الاشياء الكثيرة الغير محصورة ونصوص الشرع محصور طب هيعملوا ايه في كل الكلام ده فبيقول هنا رد على الشبه دي انه الانسان متى باذل وسعه ووسعه دوت لهو مشتهد خلط طب مقلد يسأل المشتهدين هو ده الوسع اذا بلغ اذا باذل ذلك الوسع فلم يجد فله الرجوع الى دليل العقل قل فان الاخبار قد ونت والصحاح قد صنف فما دخل فيها محصور وقد انتهى ذلك الى المجتهدين وأورضوها في مسائد الخلف طيب برضو هم مش عايزين يسلم العلوف ان قيل لما لا يكون واجبا لا دليل عليه او له دليل لم يبلغنا قلنا اما اجاب ما لا دليل عليه فمحال لانه وتكريف ملاوتك هما برضو مسألة عقلية محضرة يقولك يعني ينفع دلوقت واحد يحفر حفرة ويدريها هو احفرها محد الشف ودريها واجاب اخفاءها فكونه قد اخفاها لم ينفي كونها حفرة فعدم وجود الدليل ده مسألة تاني بعد مش ان عدم العلم بالدليل حقا نتكلم ان عدم العلم بالدليل ليس بالضرورة علم بعدم الدليل وتكلمنا فيها دي وقلنا ان المجتهد المتبحر في نصوص الشرق اذا لم يجد دليل بعدم العلم بالدليل بالنسبة له علم بعدم الايه قالك طيب خلينا جزمنا بعدم الدليل جزمنا بالعلم بعدم الايه قالك طب هو عدم الدليل يدل على عدم المدلول صعبتش خير المسألة يعني دلوقتي انت تسأل واحد الطريق ده في حفر يقولك ما عرفش يبقى ده ما عنده دليل على وجود حفر ده عدم علم بالايه بالدليل واحد تاني يقولك انا الشرق ده جبته من اول الاخر دلوقتي حالا ما فيه ولا حفر يبقى ده ايه ده علم بعدم الدليل يقول ما فيش طيب كون وقال لك انا جبته من اول الاخر ما فيش ولا حفرة هل هذا ينفي بالفعل وجود حفرة ولا ما زال في احتبال ان في حفرة مستثرة واحد حفارها ودراها يبقى هنا لما فيه عدم علم بالدليل وفيه علم بعدم الدليل والعلم بعدم الدليل لا ينفي وجود المدلول الاكتاب خلاص اعلمت اولوش ان هذه المسألة واجبة ولكن الشرع لم يقن دليلا على وجوبها نقول له ده محال شرعا ولا عقلا وهو عقلا ممكن يوجد مدلول بلا دليل ممكن يوجد حفرة متغطية يقول لك طب ما هو عقلا او فيه حفرة ومتغطية ففيه شيء لا دليل عليه لكن الشيء نفسه موجود يقول له الشرع مش حيبقى فيه الحكم الشرعي خطاب الشارع للمكلفين الزاب فالكلام متناقض في الاخر وصلنا هل فيه مسائل لم يلزمنا بها الشرع قافي لكن هل فيه واجبات لم يعلمنا بها الشرع طب الواجب هو ما ألزمنا الشرع به فازاي بقى فيه واجب ومعناه خطاب ومعناه لا دليل عليه لكن تبسط قالوا لما لا يكون واجبا لا دليل عليه والتاني أهوى شوية يقول أو له دليل لم يبلغنا يعني نفس سلام قال للناس مثلا على سبيل المثال لحم البقر حرام ده جزلا والصحابة سمعوا الكلام ده وبعدين ما قالوه فلما نجحنا نقول لحم البقر مباح الله طبعا وممكن يكون سلام نهى عنه ولم يبلغنا فالاحتمال ده كل الاحتمالات دي عقلا دي ناس بتفرض افتراضات عقلية مجرد وبينثى ان في امور اخرى لازم يدخلها حتى من النحية العقلية ان الدين لا يمكن ان يضيع يبقى احتمال ان سلام قال لهم ان البقر ده حرام وبعدين محدش والصحابة بلغ كل واحد يقول احتمال يكون لحم الابل حرام واحتمال يكون لحم البقر حرام واحتمال يكون لحم الغنم حرام واحتمال يكون كذا وكذا كل حاجة واحتمال يكون امرهم بصلا سادسة واحتمال يكون امرهم بصيام شهر للرمضان يبقى كل لأ بنقول عدم ورود الدليل يدل على عدم المدل من النحية الشرعية لكن مسألة طب المجتهد لما يقول لم يبلغه الدليل لو استقصى يساوي عدم ورود الدليل بقى مسألة كده مع انه من النحية العقلية في فروق لكن من الناحية الشرعية استقصاء المجتهد للمسألة وعدم موجود دليل عدم عثور على دليل يساوي ان ما فيش دليل وان ما فيش دليل بلغنا يساوي ان ما فيش دليل اصلا يبقى لما المجتهدين يدوروا ميلقوش يبقى لم يبلغنا دليل ولم يبلغنا دليل تساوي لا يوجد دليل اصلا كل دوت لما تضيف الى ذلك ان احنا بنتكلم على صرع محفوظ قل 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 فان قل لما لا يكون واجبا لا دليل عليه او له دليل لم يبلغنا قلنا ان اجاب ما لا دليل عليه فمحال لانه لانه تكليف ما لا يطبق ولذلك نفينا الاحكام قبل ورود الشرع والبحث يدلنا على عدم الدليل على ماذا يقول وام استصحاب دليل الشرعي ده كل ده استصحاب دليل العقل اللي هو يقول ايه اللي هو البراء الاصلي لكن في نوع تاني ان الاستصحاب هو استصحاب دليل الشرع اللي هو كاستصحاب العموم الى ان يرد تخصيص درجة اعلى واوضح وزي ما نازعوا تقول البراء الاصلي يقول لك ما احتمال يكون ورد دليل خلصنا من القصة دي هي هي بالضبط لو العكس بقى تقول له هذه هذا الشيء يندرج تحت عموم كذا يقول لك وما ادراك انه لم يخصص يبقى مش طرف تعمل بأي عموم بل لما تجيب نص يقول لك وما ادراك انه لم ينسخ يبقى دا يعطل واذا الجهال والمنافقين كل ما يكلمهم في حاجة وانتو عارفين حاجة في الشريعة دا فيه تخصيص وفيه نسخ والنسخ المنسخ دا بحر لا ساحل له محد يش في الدنيا يعرف وبالتالي هو كل ما يتكلم في حاجة وانتو ما ادراك انه ليس دي من سخ فهذا دجل وصف سطر بق الاصل في العام انه عام الى ان يخصص ونفي المجتهد نفي المجتهد الام انهم وصلهم ش مخصص يدل على انه لم يوجد مخصص ونفس الاحتمالات كنا ملقناش مخصص يبقى هذا هو الذي يلزم ويبقى ما بلغناش جد كده ويستحيد ان يوجد في الشرع مخصص لم يبلغ ممكن يوجد شيء بعض العام يعتبر مخصص البعض لا يبقى دي مسألة خلاف وكن البعض انتبه انه مخصص صار الان مسألة الغفلة والوهم وكل ده انتهى وبقي خلاف فاعتبر ده مخصص ام لا من قال به يقال به عن عند ومن نفى نفى عن عند ومن لم ينتبه انتبه غيره الى هذا الدليل يبقى هنا بالنسبة لاستصحاب دليل الصرع وهو العمل بالعموم والاطلاق واعتبار عدم وجود نفس قال قصد اصحاب العموم الى ان يرد مخصص في يتكلم حد مسألة عما لم مخصص له يقول لك وفي تخصيص وفي نفس احنا نتكلم في المسألة دي هل ورد لها مخصص في الاية دي او الحديث ده هل ورد له ناسح وإلا لو هو المسألة ان كل دليل تقول يحتمل تخصيص لم يبلغ ولا نعرفه يحتمل نفسه يبقى اذا ده يعطل الايه الالتزام بالسرق قال كاست اصحاب العموم الى ان يرد تخصيص واصحاب النص الى ان يرد نفسه واستصحاب حكم دل الشر على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وسغل الذمة بالاتلاف والالتزام وكذلك الحكم بتكرار اللزوم اذا تكررت الاسباب كتكرر شهر رمضان واوقات الصلاوات فلا اصحاب اذا مسألة الامر بأصل وضعه في اللغة لك قم صلي افعل يدل على التكرار ام لا والراجح انه لا يدل فاللي يقول ادي امر تنفست مرة يبقى انت امتفل ولكن قد يوجد في صيغة الامر ما يدل على التكرار فمن شهد منكم الشهرة فالأصل يبقى اذا هنا نتيجة ان كثير من الامر الصرعية مبني على التكرار ده جعل بعض العلماء الاصول يقول الاصل في الامر التكرار وده مش اصل لغة وهم لم ينتبه الى ان عامة ما فيه تكرار في الصرعي جاء دليل يبين هذا التكرار ويبين ان الامر ليس مر قال فالاستصحاب اذا عبارة عن التمسك بدليل عقلي او شرعي وليس راجعا الى عدم الدليل يعني هو عايز يقول ان الاستصحاب دليل دليل وجودي مش عدم وان كان ناتج من مجموع مقدمتين احدهما عدمي قال اذا فالصحاب اذا عبارة عن التمسك بدليل عقلي او شرعي وليس راجعا الى عدم الدليل بل الى دليل دليل ضمن مع انتفاء المغير او العلم به فيبقى هو الا الاستصحاب مثل هناك بعض مسائل في الاستصحاب نستكمل في المرأة القديم شكرا سبحانك وحمد 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 اشتركوا في القناة